دائماً ما نطلع ونستمع ونتابع أن هناك خلافات بين القوى السياسية حول هذا الموضوع وذاك الموضوع لكن دائماً ما نسأل أن ما هي طبيعة هذه الخلافات وأين مصلحة الوطن في هذه الخلافات وكان من المفروض عندما تكون خلافات هنا أو هناك باتجاهات أي موضوع فمن باب أو لا أن تقدم هذه القوى السياسية تبريرات وتفسيرات وحقائق مقنعة إلى الرأي العام أو للشارع عن اعتراضاتها أيضاً نسمع بمصطلحات كثيرة عن مفهوم وطبيعة صراع المحاور وأين مصلحة العراق في هذا الصراع وما هي تأثيرات صراع المحاور على هذا يذهبون أبعد من هذا ويناقشون الاتفاقية العراقية السعودية هذا يعترض وذاك ينظم مذهبياً وهذا يناقشها من طرف لكن إلى الآن لم يقدم لنا تفسيرات مقنعة لذلك أنا في هذه الحلقة سوف أذهب مع أصحاب الاختصاص لمناقشة هذه الحقائق التي بقيت غامضة احتراماً إلى الرأي العام لأننا لسنا سياسيون ولسنا طرفاً في معادلة سياسية بقدر ما أننا نبحث في المصلحة الحقيقية للشعب وخلال هذا الملف يمكن ستطلعون على حقائق لم يطلع عليها العراقيون من قبل وخصوصاً في قضية المياه الذي العالم كان يبشر ومن سنوات طويلة بأن الحرب القادمة هي حرب المياه وذهب كثيراً من المختصين أنه قد يأتي يوماً أن يعادل برميل النفط ببرميل الماء ولذلك ما هي المخزونات من المياه في العراق بأنواعها ولماذا هذه الثروة الكبيرة التي تفوق النفط لم تستثمر ومن الذي جامل على حساب أن تبقى هذه الكميات الهائلة من المياه حبيسة في الأرض وظلت مساحات شاسعة من الأراضي العراقية صحراء جرداء قاحلة وشعبنا كل صيف يموت من الغبار ومن العواصف الترابية لما تفتش هذه الأرض لم يدخر الله سبحانه وتعالى معدناً أو ثروةً نفيسةً خلقها في الأرض وفوق الأرض إلا وقد وضعها في أرض العراق ولكن هذا الذي يجري ميسان عد المختصين وعد العالم المتحضر وعد الباحثين الاقتصاديين والجيولوجيون الجيولوجيين يصنف أغنى مدينة في العالم بالثروات الطبيعية وبالمعادن وروح طب للعمارة وشوف العمارة وشوف حال العمارة وطلع بطراف العمارة وطلع على الهور وروح فلان مكان وروح فلان مكان وشوف أهلها اللي قاعدين على كنوز من المعادن شنو اللي صار أطلع الصحراء النجف وشوف شبيه أطلع الصحراء السماوة وشوف شبيه أطلع البادية الأنبار وشوف شبيه ليش هذا البلد انهمل بهذه الطريقة ليش هذا البلد خيراته كبريت فوسفات يورنيوم زعبق أحمر نفط زجاج حتى هذا الملح اللي بالسماوة لو استثمر أو فيما لو استثمر لجاء بمليارات الدولارات على العراقيين وعدنا طبقة سياسية ما تعرف جهها من ظهرها ما تعرف شذابها من صداكها ما تعرف خيرها من حراميها متداخلة متشابكة متحدة متوافقة على شيء واحد وهو تدمير العراق لذلك أنا قلت في مناسبات كثيرة إن أنجح طبقة سياسية حكمت العراق وأدت ما عليها من واجبات هي هذه الطبقة السياسية وعندما كنت أسأل لماذا كنت أجيب أن هذه الطبقة نفذت أو نفذت ما طلب منها من أجندات في تخريب وتدمير العراق اقتصاديا واجتماعيا وتدمير المنظومة القيمية والأخلاقية في هذا المجتمع الصابر المبتلى ترجمة نانسي قنقر